السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ بشراء هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال فيديو ديال اليوم او وصفة اليوم كما تتشوفوا وهما بسيطلة تبعاجين تلمسمن تيجي ورائعين وحد القرمشة والبنة فيهم مع السر غد نتكركم حد مجموعة ديال الاسرار بش يجيكم قرمشين وبنانين وبيدون دلك كذلك وإليكم المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله بالنسبة للمقادير عندي واحد نصف كيلوليال الدقيق الفورس النوعية جيدة طبعا الحرانة مغرب له وعندي كذلك ملعقة كبيرة ديال الخل القليل من الملح طبعا الحل عصب الضوق بيضة بحرارة المطبخ وعندي واحد ربع ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الخبز حيث ما بغاش انا هاد البسيطلاتي خمير وليغيت باش يجينا وحد الهاشاشة فيهم منين يطيبو وكذلك البنات عندي واحد جوج ديال الملاحق الكبارين ديال زيت المائدة وغادي نضيف داك المقادير قع كاملين لها الدقيق هاده انتم مشتو وبطبيعة الحال غادي نبدا نضيف الماء لما البنات مجرد انه يكون دافي منين يكون الحال سخون غيم الماء ديال صنبوره كافي باش نعجنو هاد العاجين هاده وغادي ندخل داك العناصر اللي عندي قع كاملين فهاد دقيق وغادي نبدأ ونضيفه الماء شوية بشوية العجينة لبنات مخصاش تكون العجينة ديال مسمان عادية مخصاش تكون تقيلة بززف مخصاش تكون خفيفة باش مطل تسقناش في اليد هانتم مشتوب مجرد انني غادي نجمعها ما غادي ندلكها متاشي حاجة هانتم مشتو القوام ديال العجينة كداير وغادي ناخد البنات وحد بلاستيكا وغادي ندهنها جيدا بزيت زيت العادية زيت المائدة وغادي نوضع في هاد العجينة ونخليها حتاجه سوية ثلث لاتة كل مرتاحة كل ما تتدلك دابرة هالعجينة خليتها ترتا غادي ندوز نوجدو الحشوة اللي غادي نعمروا بها هاد المسيطلة هادو عندي فلفلة البنات فلفلة حمرة مقطعة قطع صغيرة بصلا كذلك حجمه زوصة مقطعة قطع صغيرة وعندي البنات دي كفتا ديال ديك الرومي او اي حجم توفر عندكم قطع ديال الدجاج او حوت او او كفتا ديال البقري اي حجم توفر عندكم تقدروا ستعملوا هاد الوصفة غادي نوضعهم فوق النار بطبيعة الحلب اضافة نصف كأس ديل زيتون القليل من الملح ونوضعها فوق النار وغادي ندوز في هاد الاتناء البنات نفز كوذك الشعرية عندي مية وخمس وعشرين جرام ديال الشعرية ديال الارزة تتجي في هاد الوصفة زوينة ما تتعجل ما تشي حاجة وغادي ندوز البنات نضيف التوابن بعد ما طابت ليا داك الفليف الحمرة والبصلة والكفتا ديال الدك الرومي غادي نضيف ملحقة صغيرة ديال السكينجبير ملحقة صغيرة ديال فلفل احمر او بابريكا وملحقة صغيرة ديال الابزار وغادي نخلطها مزيان وغادي ندخل داك التوابن في هاد المقادير اللي عندي وفي هاد الاثناء رانا صفيت البنات الشعرية صفيتها مزيان وقطعتها بالمقص قطعتها قطع صغيرة باش ما نجينا في العضة ما تجيش طويلة بالساف و تجي العضة زبينة وغادي نضيف عليهم الزيتون هاد زيتون كرانا كابح ليه لما سخون البلس باش منحيدة لوداك الملوحية وفي طبيعة الحلال يزيدوا حاد القطع ديال الحامض لا بغيتو زيتهم زيتهم ما بغيتوش ضيفهم العقة كبيرة ديال اليهريسة انا ما نضفتهاش وغادي نخلطه جيدا ذاك العناصر وندخله داك التبيلا فذاك الشعرية باش تجينا بنينا وتجينا الحشوى ديالنا هي كذلك بنينا اضيف القليل من كريمة الطبخ ونضيف عليهم كثيرا ونضيف الجبن جيدا سوف نضيف مرة أخرى ونضيف الجبن جيدا سوف نضيف المصفات نديرها فيها ونخليها تصفى وتبرد تماما البنات عدنا بدون نعمره بسيط لدياننا دابا البنات مبعد مرتاحة العجينة الشوكي دايري البنات عجينة رطبا يا البنات وتدجي غزالة يا البنات لا تحتاج أي سيدة تدلكها ولا تضرب معها تمارا بجرد أنها تحتفظ بها في بلاستيكا راه كافية باش تدلك راس هاداك العجينة ودابا غادي ندوز نشكل كويرات بطبع الحال باستيعانة بزيت المائدة شوفوا البنات هذه العجينة تلقى فقاحة تغيبوا حدي تشوفوا كيدايرا ودابا غادي نغطيها مرة أخرى بلاستيكا واحد مدة 10 دقائق ونخليها ترتاح دابا راها رتاح العجينة دابا غادي ندوزوا لطريقة ديها التوريق بالنسبة لبنات غادي نحتاج زيت المائدة بطبع الحال غادي نحتاج دي أسيوس ليس نضيفها الزبدة النوعية جيدة وغادي نضيف معها القليل من الزبدة هاد الدهدرة معروفة هاد الزبدة خاصة بالطوريق وغادي ندو بهم جوجهم وغادي ندوز البنات بحل مستشكل مسمى عادي غادي نطلق العجين ديالي طبيعة الحال خاصة تكون رقيقة البنات والسطح ديال العامة ليبان أكثر يتركزوا على الجوانب بها الطريقة هادي وغادي يدهنوا الزبدة ودهنوا بالزيت وغادي يطويوها على شكل مسمنا مربعة موسيقى 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 دابا مبعد مشكل ذاك الكويروس كاملين غادي ندوز ونبدأ ونشكله بسيط لدينا غادي ناخدوا البنات ذاك المربع اللول وغادي نطلقوهم مزيان البنات سيحاولو ذاك الجنبة تتقطع عليهم جيدا مشي الوسط أكثر يالجنب تركزوا عليهم وغادي ناخد واحد القطاعة ونقسم هذه العجينة على 4 وغادي ناخد واحد الغيطاء عندي ديال واحد القرحة غادي نبدأ نشكل في هاد هاد البسيط لات هادو غادي نوضعوهم بها الطريقة هديرها العامرية ساهلة ما فيها لتعقيدة لوالو وغادي هاد الحشوة بعد ما بردت جيدا نضفت عليها القليل من الجبن اللي حاكاه وغادي نعم دا نعمر البنات بسيط لات بها الطريقة هدي ما فيها لتعقيدة 3 شي حاجة وغادي تحاولوا تجمعوا ذاك الجنبات غادي تجمعوا ذاك الجنبات بطبيعة الحالة البنات هاتو مشتو وذاك الفائد ديال عاجين تحاولوا تحيدوه بش ميجيكمش بسيط لات ديالكم ملتحت متي طيبوش وطبعا لحال اي طوية طويتها تندهن الزبدة وتنحاول نضغط باش نشكل البسيط لحساب داك الغيطة اللي عندي وده من بعد ما شكت داك البسيط لدي كامي غادي ندوز لطريقة ديال تزين طبعا لحال هي طريقة اختيارية اني انا هاد طريقة تنزين بها هاد البسيط لتي يجي ورعه في المنظر تناخد ورقة ديال بسيط لبنات ديال جاكنت عندي في كونجلاتور اي داك البقايا ديال الورقة من تكون عندكم تناخد البنات تنضيف عليهم القليل من زيت المائدة واحد الملعقة من زيت المائدة والقليل من الفلفل احمر وتنوضعهم في ذاك الخلاط الكهربائي شوفو كتير رجوع البنات ودبا غادي ندوز غادي نطقب ذاك البسيط لديك عكام منين بواحد الكوردون او عود خشابي باش منين يطيبو يبقوا محطافين على الشكل ديالهم وغادي ندهنهم هنا البنات عندي واحد صفر بيضاء مع قليل من الحليب وكذلك واحد الملعقة كبيرة ديال السوصصوجة وغادي ندهنهم زيان وغادي نوضع لهم ذاك الورقة من الفوق وفي هاد الاثناء ارا هالبنات الفرن عندي مشعور وصخون بزا فغسو يكون صخون على اعلى درجة حرارة ومنين ندخلوا لبنات هاد البسيط لاتتحاولوا تنقصوا درجة الحرارة دبا انا مسخنا هالبنات على 300 درجة غادي نخليه غاي بين مئتين درجة لمية وتمانين درجة ونخليهم غادي نشعل عليهم من تحت ومن الفوق ضروري لان الطياب تلعب دورك كبير باش تجي فيهم ذاك القرمشة وتيجيوا طايبين على حقهم وطريقهم خصهم تكون العافية منين دخلوهم تكون العافية مهيلة وداب البنات بعد ما خرجهم من الفرن شوفو كي تيجيوا يا البنات طابوا على حقهم وطريقهم طبيعة الحال على نار مهيلة ضروري البنات باش يطيبوا ياخدوا حقهم في الطياب بدأ بغدي ندوز لطريقة دية طبيعة الحالة دي اختيارية انا ضفت هاد طريقة هادي لابغيت تحطوهم غيها كارهم كافين خطيت البنات هاد القطع ديال الجبن ديال ساندويش قطعتوا على شكل وريضة به هاد طريقة هادي وخطيت كذلك وحد الكوردون وضحت عليها الطماطوريز والزيتون وتنزين بيهما البسيطلة ديالنا به ها الطريقة وهذا هو التقديم النهائي ديال البسيطلة البنات شتوكي تيجيوا من بعد ما زينناهم تيجيوا وروحا روحا صدقوني في الماضاق وفي المنظر تنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتشاركوها مع العائلة ديالكم والاصدقاء وانا غادي نوريكم البنات واحد الوحيدة تشوفوا كيديرا واحد القرمشة فيها البنات انتوما انا غادي نوريكم كيديرا واحد القرمشة فيها رائعة رائعة وشوفوا البنات تيجيوا مورقين مورقين كملوا اننا صغبناهم الورقة ديال البسيطلة وتيجيوا طيبين على حقهم وطريقهم انا غادي نوريكم الداخل كيديرين شوفوا البنات شوفوا شوفوا كي تيجيوا وهاد الحشوة جاولدادين بزف بزف تنتمنى تجربوها وتعجبكم والعجبتكم من الوصفة شاركوها مع العائلة والاصدقاء والى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته